وحول تصعيد الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس ينضم إلينا دكتور عبدالله صيام نائب ومحافظ القدس أهلا بك دكتور عبدالله إذن رغم توقف العدوان على قطاع غزة إلا أن العدوان على مدينة القدس لا زال مستمرا يعني كيف تصف الأوضاع في مدينة القدس الآن ما نراه في مدينة القدس أن الأمور تزداد حدة واتساعا في استهداف الاحتلال لمكونات المدينة وفي مواصلة الحملة الشرسة للتطهير الإرقي بهذا التهجير الكسري في الشيخ جراح وفي منطقة سلوان حي بطن الهوى وحي البستان المجاور وبالتأكيد أن هذا ليس عملا صدفة إنه في إطار المخطط الخطير الذي يخطط به الاحتلال للكدس وهو مسار ما يسميه الاحتلال الحوض المقدس الذي يحيط بالمدينة الكديمة بالمسجد الأقصى وكنيسة القيامة وهذا مخطط قديم وأطماع قديمة لإقامة الحوض المقدس أي نشر بؤرة استيطانية أو سلسلة من البؤرة الاستيطانية حول البلدة الكديمة في القدس من أجل أن يتم تغيير هذا المشهد وتحاصر المدينة بهذا الطوق من المستوطنات إضافة إلى طوق جدار الفصل الأنصري والمستوطنات المتصلة خلف هذا الجدار إذن هذه مخططات لعزل مدينة الكدس وسلخها ودفع أهلها إلى الهجرة كسرا من هذه المدينة التي هي مركز حياتهم إلى مناطق أخرى إلى المجهول أي بمعنى يخطط لنكبة جديدة في مدينة الكدس نعم يعني هذه الهجمة وهذه المشاريع مشاريع التهجير والاقتلاع والتهويد التي ما زالت مستمرة تجابه بصمود يعني من قبل الشعب الفلسطيني ومن قبل المقدسيين ويعني سائر أبناء الشعب الفلسطيني صمود يمكن أن نقول عنه يعني صمود أسطوري كيف تقرأ هذا الصمود؟ يعني هذا الصمود هو الذي واجه الاحتلال منذ اليوم الأول في العام 1967 عندما بدأت جرافات الاحتلال بهدم منطقة باب المغاربة وحارة الشرف هناك ثم تلا ذلك في العام 1969 حريق وحرك المسجد الأقصى هذا الشعب واجه هذه السياسة التي هدفت إلى ترحيله وتأجيره فكانت هناك أيضا مخططات أخرى مساندة كما تم استهداف التعليم في ذلك الوقت عندما سيطرت سلطات الاحتلال على التعليم في مدينة الكدس المدارس والمؤسسات وعملت على فرض المنهاج الإسرائيلي الذي يدرس في مناطق الداخل الفلسطيني للعام 1948 إلا أن التصدي بدأ في مدينة الكدس بكل مكوناتها فأفشل مخطط منهاج التعليم الإسرائيلي في الكدس وأفشل الترحيل بالبكاء والثبات في المدينة وتعمقت المؤسسات وأخذت دورها حتى بدأ الاحتلال يأخذ خطواته ضد هذه المؤسسات بحيث أننا نجد اليوم أن 120 مؤسسة مغلقة في مدينة الكدس هذه المؤسسات التي ترعى الشؤون الشبابية والشؤون الاقتصادية إذا الاحتلال يستهدف كل مكونات الحياة في مدينة الكدس بقطاعات متعددة هناك 25 كطاع في مدينة الكدس الشباب والمرأة والاقتصاد والمساجد والمستشفيات وغيرها كل هذه الكطاعات تعاني من خطر الاقتلاع ولكن أخطرها عندما يكون الأمر يتعلق بالمواطن المقدسي فإذا ما تم اقتلاع المواطن المقدسي بالتالي ستنهار الروضة وتنهار المدرسة ويدعو في المستشفى وتدعو في الحياة الاقتصادية إذن وجود المواطن الذي باقي في مدينة الكدس منذ العام 67 حتى اليوم يحافظ على وجه المدينة هو الخطر الذي يعتقد في الاحتلال وأنه هو الأكبر الذي يجب أن يعالجه فما نرى اليوم من إجراءات من الواضح بأن معركة الاحتلال الأساسية هي على مدينة القدس التي يرودها موحدة عاصمة لإسرائيل ولكن ما حصل في الآونة الأخيرة في الأيام الأخيرة وأيضا في حي الشيخ جراح وتدويل قضية حي الشيخ جراح لربما حطم هذه الأحلام الإسرائيلية كيف تقرأ ذلك؟ بالتأكيد الاحتلال اعتقد أنه يستطيع بهذا الانحياز الكبير الذي كان في عد الرئيس الأمريكي السابق ترامب وفي ظل الكرارات التي اتخذتها الكنيسة سابقا كرار يهودية الدولة والكرارات الأخرى وكرار ضم وتوحيد مدينة القدس الشطرين الشرقي والغربي في العام 68 وفي العام 1980 وما تبعها بعد ذلك من قرارات واعتقد أنه أقرب ما يكون إلى تحقيق هذه المخططات الخطيرة ولكن هذا الشعب المؤمن بقضيته المتسلح بحقه في هذه المدينة المصر على أن لا يكرر النكبة التي عاشها في اللجوء وغيرها هذا الشعب الفلسطيني الواعي يدرك أن فلسطين ضاعت في عهد العتمة وفي عهد الجاهل اليوم هناك وعي وطني وعي إسلامي وعي مسيحي هذا الوعي هو الذي يفشل كل هذه المخططات لأننا ليس لنا مدينة إلا القدس وليس لنا دولة إلا فلسطين وليس لنا مكانا في اللجوء بعد اليوم هذا الموقف الذي خاضه الشعب الفلسطيني في مدينة القدس ودعمه هذا التلاحم الجماهيري من فلسطيني الداخل بل ومن فلسطيني الشتات أيضا وهبت غزة أيضا بهذا الموقف البطولي وبرأيك كيف يجب استثمار كل هذا تعاطف من قبل شعوب العالم وهذا الزخم أيضا الداخلي يعني في كافة أرجاء الوطن وهذه الهبة التي شهدناها في الأسبوعين الأخيرين يعني أيضا من الداخل والضفة وكطاع غزة كيف يمكن استثمار هذه الحماسة من أجل يعني لربما تحقيق المزيد من المطالب والحقوق للشعب الفلسطيني هناك استحقاك لشعبنا الفلسطيني هذا الاستحقاك يتمثل بالدولة الفلسطينية وعاصمة القدس إذن هذه الشعوب التي تنتفض وتقف مع الشعب الفلسطيني في عواصم العالم عليها أن تدفع هذه الدول إلى مزيد من القدرة لتطبيق الكرارات الدولية المتعلقة بمدينة القدس وبالقضية الفلسطينية بشكل عام فلسطيني الدولة 194 هي دولة مراكب في الأمم المتحدة ويجب أن تستمر الجهود لأن تكون الدولة كاملة العضوية فلسطين على حدود 67 وعاصمة القدس هو خيار حل الدولتين الذي يجب أن يعمل العالم الآن على تجسيد هذا الحق هذا الاتحاد الأوروبي الذي كان سببا في إقامة هذا الاحتلال وخصوصا للدول الكبرى بريطانيا وفرنسا ثم الحاضنة الأمريكية بعد ذلك التي كانت سببا في الكارثة للشعب الفلسطيني عليها اليوم أن تكون بهذا الدور عندما نسمع ونرى أن 250 مليون متظاهر اليوم في لندن هذا تغير نوعي في هذا المد الجماهيري حتى من بريطانيا ذاتها والتقاء السيد الرئيس مع وزير خارجية بريطانيا ووزير خارجية الولايات المتحدة في اليومين الماضيين هو أيضا مؤشر أن هناك انفراجة في هذا الحق وتغير في الموقف الدولي والأمريكي ويقفز عليه ويقفز عليه باستناء أن هناك تطبيع مع الدول العربية وهناك تعايش مع العالم العربي كل هذه القضايا الوهمية ذهبت اليوم بالضربة القاضية جراء هذه الهبة المقدسية الحيفاوية اليداوية الغزاوية اللبنانية الأردنية الفلسطينية نعم كل هذه الأمور أصبحت وظهرت هشاشتها أمام صخرة الصمود الفلسطيني الذي نعتقد أنه بات أقرب ما يكون إلى تحقيق طموحه رغم مخططات التهجير الخطيرة التي يعيشها والتي يحاول الاحتلال اليوم من خلال الاحتلالات ومن خلال استخدام الكوة نعم يعني لديك الوقت دكتور عبدالله سيام آسف على المقاطعة وشكرا جزيلا لك على هذه البداخلة نائب محافظ القدس شكرا جزيلا لك أهلا وسهلا بكم شكرا جزيلا لك